ايه هو تخصص علاج الالم؟ الحقيقة تخصص علاج الالم هنقول علي تخصص جديد قديم يعني جديد قديم هو تخصص موجود في الطبق من زمان بس احنا يمكن في مصر زي ما حضريك قلتي ما عندناش اويرنس او ما عندناش ثقافة عيادة الالم او دكتور الالم يعني احنا كانت طول عمرنا مثلا على سبيل المثال رجبتي واجعيني فانا هروح لدكتور عزوم عندي مشكلة في العمود الفقري فانا هدور على جراح عمود فقري سواء كان تخصص عزوم او تخصص مخو عصاب انا عندي صداع مثلا مزمن فبدوخ بدور مثلا مشكلة في النظر ولا مشكلة في السمع ولا مشكلة في الاسنان ولا ولا فبيبقى عندنا اسباب كتير جدا والمريض يفضل دائغ لكن الحقيقة هو التخصص ده موجود من قديم الازل بر مصر احنا الحقيقة في جامعة القاهرة عندنا عندنا اسم التخدير وعلاج الالم انت بتتكلمي عن التخصص هو تخصص دقيق من تخصصات التخدير يعني احنا بندرسه لطلب الطب عندنا بعد ما بيتخرجه ويتخصصه في اسم التخدير عندنا فده تخصص دقيق طبيب التخدير ممكن يتحول الى طبيب قلب هو في الاساس احنا بندرس في جامعة القاهرة ده تخصص مزدوك يعني احنا في الاسم عندنا بندرس ده وبندرس ده وكل الخارجين عندنا من الجامعة بيتخرجوا بالتخصص ده فبيدرس ده وبيدرس ده لكن هو مش تخصص ما قبل التخرج يعني ممكن ياخد نبزة سريعة عنه لكن لما بيتخصص وبيعمل دراسات الماجستير والدكتوراه بيدرس علاج الألم مع التخدير فهو طبيب علاج الألم هو في الأساس طبيب تخدير لما بحد يقولك أنت عندك ألم مزمن بنسمعها على طول بقى في المفاصل وفي العظم وفي حاجات تانية كتير كلمة مزمن دي يعني إيه حقيقة قلت معلومة مهمة أنت قلت الألم المزمن الألم عندنا نوعين فيه الألم الحادة وفيه الألم المزمن الألم الحادة اللي هي الألم اللي بتصاحب إصابة أو عملية أنا عملت نهاردة مرارة أو عملت زيدة أو عملت أي جراحة وبعديها أنا عندي ألم هيقعد يومين ثلاثة أسبوع ويروح مش ده اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة احنا بنتكلم عن الألم المزمن الألم اللي بيصاحب المريض لفترة تفوق الثلاث شهور أي ألم ألم مزمن يعني ألم ملازمني في نفس المنطقة لمدة تخطط الثلاث شهور سواء بقى كانت مثلا ألم في مفاصل سواء كانت صدع مزمن سواء كانت مشاكل في الفقرات سواء كانت مشاكل في الأعصاب أي أن كانت الألم ديت طالما المريض بيشتكي من الألم ده لمدة تخطط الثلاث شهور فإحنا هنسمي الألم ده ألم مزمن وهو ده العادات الألم عادة بتختص بي أكتر هل ليه إحنا ما كنا نسمع قبل كده عن حاجة أسمعها عادة ألم أو علاج الألم وهل العادات دي متوفرة دي بات يموجودة مثلا في المستشراية الحكومية المصرية الحقيقة دي اللي أنا قلتها في الأول إحنا التخصص موجود بس الثقافة هي ديت اللي كانت مش موجودة بس يمكن في آخر 3-4 سنين ابتدت الفكرة تظهر ابتدت عيادات علاج الألم تظهر وابتدى الناس يبع عندها وعي وتروح تزور دكتور علاج الألم لأنه ساعات بيكون هو استنفذ الحلول التانية في أكتر من مكان يعني أخذ أدوية وزار دكتور واثنين وتلاتة وعمل عملية وعمليتين ولازال هو عنده ألم طيب هيفضل عايش بالألم بتاعه فمن هنا ابتدت الناس يعني يبقى عندها الأورنس أو عندها الثقافة بتاعت إن أنا محتاج أزور دكتور علاج الألم لأن أكيد هو عنده حلول للمشكلة اللي عنده ما توفرتش في التخصصات التانية اللي قبل كده فطبعا ابتدت في آخر 3-4 سنين تظهر العيادات ديت في الجامعات الحكومية موجودة في الجامعات الحكومية عندنا في الأسر العيني عندنا في عيادة لعلاج الألم وبنعمل برضو البروستيجرز كلها موجودة عندنا يعني موجودة يقدر المريض سواء كانت في الجامعات الحكومية أنا بتكلم بالنسبة لي على الأسر العيني موجودة عندنا وطبعا العيادات الخاصة بدأت تنتشر جدا في السنتين تلاتة الأخرى